خيال الحقل أو الفزاعة إنه أول فيلم كرتوني سينمائي ثلاثي الأبعاد يجسد القضية الفلسطينية في قالب فني الفريق الفلسطيني الذي يعمل على الفيلم مكون من 12 فنانا ومصمما يحكي الفيلم في 40 دقيقة قصة طفلة فلسطينية تدعى ريما تعيش مع أسرتها في قرية على الحدود مع إسرائيل فقدت والديها في حادث سير وهي لا تتجاوز تسعة أعوام من عمرها وترتبط الطفلة بخيال الحقل الذي يمثل بالنسبة لها حارس الأرض الأمين وتزداد القصة إثارة عندما يقوم جندي إسرائيلي باقتلاع خيال الحقل من وسط المزرعة وتبدأ الطفلة مع رفاق المدرسة برحلة البحث عن خيال الحقل لما يحمل لها من ذكريات في حماية الزرع من الغربان في إحاءات ترمز إلى معاناة اللاجئ الفلسطيني وفقاً للمخرج السينمائي المشرف على الفيلم خليل المزين بشوف أطفال الفلسطينيين دائماً بعد الحرب بعد اجتياح بعد الكصف بتشوفهم دائماً وجدنا على الركام اللي بدور على عبته واللي بدور على قطه واللي بدور على عصفور قفص فبالتالي بتطلع عليهم بتلاقي دائماً حتى لو فقدوا أباهم ولا فقدوا أمهاتهم دائماً بفقدوا أشياء بسيطة وهي بأثرت فينا جزء من ذكراتهم جزء من أحلامهم فبالتالي كانت الفكرة جاي من هنا أنه الفلسطينيين دائماً بشعروا بالفقد يدعم البونك الدولي مشروع تدريب وتأهيل طاقم الإعداد والإنتاج والإخراج الذي استمر تسعة أشهر بمائة وسبعة وأربعين ألف دولار أمريكي خصص منها أربعون ألف دولار لإنتاج الفيلم في قاعة صغيرة مجهزة بالحواسيب المزودة ببرامج مخصصة لإنتاج أفلام الكرتون السينمائية ينشغل الشبان بصمت في سبيل الانتهاء من إنتاج الفيلم قبل نهاية الشهر الجاري لعرضه في قاعات تم إعدادها في غزة الشباب الفلسطيني قادر أن ينافس على مستوى عربي بجودة عالية حتى مع أنه تخصص الإنميشن تخصص مش مشهور كثير عربياً والرسالة الثانية أنه كمان من خلال الفيلم نوصل لمعاناة الطفل الفلسطيني من حالة الفقد وأنه حتى أبسط حقوقه ممكن أنه تنسلب منه في أي لحظة حلم الوصول إلى العالمية يراود جميع أعضاء الفريق الفلسطيني وفيلم خيال الحقل قد يكون النافذة للعالمية لشرح معاناة الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر